مملكة البحرين وفي ضوء مساعينا الجادة نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة فاننا نوجه في هذا القصوص بان تباشر الحكومة بوقف خطة وطنية شاملة تؤمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال وضع الانظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمارات النوعية لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية من لدن قائد مسيرتنا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تكاتفت جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في سبيل رسم خريطة طريق واضحة الملامح لثقافة التحول الرقمي في سياستها الخدمية والانتاجية فنجحت المملكة بمتابعة حثيثة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تبني التقنيات الحديثة وتعزيز التحول إلى الخدمات الالكترونية في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام والمال والأعمال وشتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ورغم تداعيات جائحة كورونا التي مر بها العالم ألا أن البحرين وبفضل بنيتها التقنية تابعت جهودها في تعزيز التحول الرقمي ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي والثروة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة وفعالية العمل في محاربة فيروس كورونا باتباع أعلى درجات الكفاءة والأمن الإلكتروني والمعلوماتي في مختلف القطاعات محققة العديد من الإنجازات النوعية ومن أبرزها دعم الخدمات الصحية في مواجهة الجائحة العالمية بتجشين تطبيق مجتمع واعي واستدامة الخدمات التعليمية عن بعد بتوفير أكثر من 300 ألف مادة تعليمية رقمية للطلبة في جميع المراحل عبر البوابة التعليمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ومواصلة التعليم الرقمي في الجامعات وبروز دور ومتانة شبكة الاتصال وبنيتها في تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك تنشيط التجارة الإلكترونية من خلال توسيع قنوات الدفع الإلكتروني الآمن بما في ذلك إطلاق خدمة Benefit Pay للتحويلات المالية الفورية بين الأفراد والمؤسسات وها هي تنظي مملكة البحرين قدما في تعزيز حضورها كمركز إقليمي رائد لتقنية المعلومات والاتصالات وترسيخ المجتمع المعرفي في مواجهة التحديات كافة والاستفادة من الثورة الرقمية وقدراتها البشرية المبدعة في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030